بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهدات النادي الغائل وجمهوري النادي الغائل في كل مكان أهلاً ورحمة بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من الأبر زي ما تعودنا كل يوم حد殻 وأربع من كون مع بعض عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على السحرة دي小時 في الألعاب الأخرى الحقيقة زي ما تعودنا مع بعض بتبقى حلقتنا عبارة عن نصفين النصف الغالي بتبقى مجموعة من الأخبار والحقيقة عندنا أخبار إيجابية كتير تخص طبعا الرياضة داخل النادي الأهل للعاب الأخرى وأيضا محليا عندنا أخبار كلها إيجابية الحقيقة وكلها يعني فوز وانتصارات وإن شاء الله ربنا يتملها أو يكملها علينا بالسطر يا رب دايما وبالمكسر نروح على النصف الثاني النصف الثاني الكاراتي يعني باختصار سريعا كده عن الكاراتي الكاراتي نادي الأهل بيمتلك أكبر مدرسة للكاراتي في مصر والحقيقة مش هي بس مش محط أنظار بس لخبرت الكاراتي في مصر ولكن الاتحاد الدولي المسؤولين عن الكاراتي على مستوى العالم دايما بيبقى فيه زيارات دورية بيجيزوروا لمدرسة الكاراتي مدرسة الكاراتي كبيرة جدا وخرجت عظماء بداية طبعا يعني بمهند مجدي أو دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة بطال عالم السابق دكتورة جيانا فاروق يعني خرجت أبطال عالم بل أبطال أولمبيين في الكاراتي في نادي الأهل من الألعاب العالي أولي يعني دايما لو ذكر الكاراتي في مصر لازم هتلاقي أولادي النادي الأهل في كل مكان مشرفينه كان فيه بطولة عالم في تركيا من يوم 26 أكتوبر اللي فات لـ 30 أكتوبر عملت في تركيا أولادي النادي الأهل اللي شاركوا فيها الحقيقة نجحوا ومثلوا مصر بشكل جاي جدا ونجحوا في حصد بطولات في بطولة العالم أما ديليات في بطولة العالم اللي فات طب خلينا أستعرض مع حضراتكم مين ضيوفنا وعملوا إيه قبل طبعا ما نروح للفقر حواليها تبقى في النصف الثاني هيكون معنا فاطمة عبد الناصر طبعا بنت النادي الأهلي ومنتخب مصر للشبات وفازت بذهبية الكوميتي تحت وزن 59 كيلو جرام نحن بنتكلم في ذهبية فاطمة بالمناسبة موليد 2004 مريم العزبي موليد 2007 فضية الكاتة جماعي عندك ياسين أحمد موليد 2007 حقق برونزية الكوميتي يعني أصدق لكم أنه ثلاثة من أولاد النادي الأهلي ويزا ما يقولوا يعني صناعة أهلوية بالكامل من بدايتهم حتى وصولا للتتويق في بطلات العالم هيكونوا معنا الثلاثة الأبطال في الفقرة الحوارية نتكلم معهم عن كل شيء عن ظروف اشتراكهم عن مثالهم الأعلى عن النادي الأهلي هضف لهم إيه هيبقى في فقرة الحوارية لو حد مهتم بالكراتي أكيد هيستفاد كتير جدا من كلام هؤلاء الأبطال خلينا نجعل أخبارنا هنبتدي بكرة اليد كرة اليد الحقيقة اللي بتاخد دعم كبير جدا من مجلس دارة النادي الأهلي بقيادة الكابت المحمود الخطيب والنائب طبعا معاني الوزير العامري فاروق والمجلس بالكامل اليد الحقيقة بياخد دعم كبير جدا جدا عشان يرجع للطريق الصحيح ويبقى يحصد البطولات وراء البطولة وراء الثانية وكان آخر هذه المباراة كان مباراة الزهور اللي استطعنا فيها أن احنا نفوز بنتيجة مرتاحة جدا 29-18 ودي أحد المباراة اللي قادها طبعا مدير الفن الجديد ديفيد ديفيز والمساعد طبعا الجديد والفريق قدم أداء جيد جدا الماتش كانت لعب أول مبارح على صالة نادي الزهور بمدية نصر ولعابة فريقنا طبعا ده ما قلت الحضر لكم قدموا ماتش كويس على فكرة الزهور مش فريق قليل يعني احنا حطينا 29 جن في الزهور فده دليل عندهم دفاع جيد طبعا الأهلي في الجولة اللي جاي لعب نادي طلاع الجيش طبعا نادي طلاع الجيش فريق محترم فريق من الستة الكبار المباراة تلاقي على صالة جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري نتمنى التوفيق طبعا لكل اللعيبة والفرقة والإصابات يعني يا رب بتبعد عنا شوية تنسانا حبة لأن الحقيقة كل ما نكتمل صفوفنا في فريق اليد تلاقي لعيب أو اتنين اتصابوا طبعا تبقى حاجات خارج عن إرادة اللاعبين أو جهاز الفن الإصابات بتبقى غالبا كسر خلع يعني إصابات بتبقى إصابات شديدة مش نتيجة مثلا أحمال تدريبية زي شد لا خالص كلها إصابات نتيجة التحامات وده كان من ضمن الأسئلة اللي شفناها في المؤتمر الصاحب المستر ديفيد ديفيز إنه سألوا عن الإصابات لأن الإصابات الحقيقة بتلاحق الفريق بشكل يعني السنتين داتها في شكل غريب يعني فهو قال إنه هيعد فرقة قوامها كبير والإصابات ده جزء لا يتجزأ من اللعبة لعبتنا عنيفة وإنه بيجهز يعني يبقى عنده بديل أكتر من بديل في المركز الواحد نفس اللي عمله مستر أجوستي بوش في السلة يبقى عنده في المركز الواحد أكتر من أر لعيب واتنين وتتة واربعة وخمسة لو حتى لقدر الله لعيب أصيب ما يأثرش على مسيرة الفريق كل التوفيق لفريق كرة اليد الرجال هنروح لكرة السلة رجال مستر أجوستي بوش مبارح كانوا بيلعبوا هليوبلس في مباراة العودة ده ما نتعرفين فيه ذهاب وعودة المباراة الأولى كانت على ما لعبنا فوزنا كبار وزغارين المرتبط هو الفريق 16 سنة السنة دي موريد 2007-2008 فوزنا كبار وزغارين على صلة النادي الآن مبارح راحوا صلة هليوبلس بالشروق لعبوا زغارين وكبار أيضا الزغارين مرتبط كسب بقادة كابتن إسلام الكلاني فاز على هليوبلس والكبار أيضا فازوا على هليوبلس بنتيجة كبيرة 82-59 بالمناسبة هليوبلس بيمرانها كابتن رامج نيدي أحد لعيبة النادي الأهلي الصادقين وللعب النادي الأهلي لمدة موسمين طبعا الماتش اللي جاي خلاص احنا تأهلنا كده لدور التمانية هللعب سبورتينج هللعب سبورتينج إمتى يوم الأربع القادم أول مباراة هتبقى في صالة النادي الأهلي الفريق الكبير هلعب على صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة 6 الفريق الصغير الفريق مرتبط اللعب على صالة الشوداء الساعة الرابعة كل التوفيق طبعا مهم جدا 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 انت تكسب مباراتين جايين كبار وصغر لسبورتينج عشان تروح هناك يكفيك فوز واحد تتأهل لدور الأربع ان شاء الله له غالبا هيكون نادي الزمانية نادي سبورتينج فريق محترم طبعا رئيس النادي طبعا الأستاذ أحمد حسن هو أحد رموز كرة السلة في سبورتينج بيدعب الفريق بشكل جيد وكان قبله طبعا كريم سرور وعضو مجلس إدارة سبورتينج برضو لعب كرة السلة سابق فإذا سبورتينج من الألعاب اللي لها شعبية جوا نادي سبورتينج مدير إداري طبعا أحمد منير الأيكونة الكبيرة يعني يمكن سبورتينج كان فيه ألان عطلة بعده أحمد منير هم الأيكونتين يعني كرة السلة في سبورتينج ففريق قوي فريق عنيد التصور المبرأة مش هتبقى سهل سواء هنا أو هناك كل ما بتاخد خطوة دوري السوق المرتبط كل ما الأمور بتزداد صعوبة مرتبط سبورتينج مرتبط جيد من أقوى فريقين في سكندرية بعد كده إن شاء الله يا رب إذا تأهلنا من خطوة سبورتينج هنلقى بشكل كبير الزمالك الزمالك هكون في قبل النهائي وغالبا هتبقى المباراة على صالة برج العرب بس خليني ناخد خطوة خطوة كل التوفيق لمستر أجوستي بوش بالمناسبة عن حضرت هذه المباراة مستر أجوستي بوش شارك ثلاث لعبين اثنين لعيبة من تحت 18 سنة بالإضافة لمؤمن طريق خيري في 20 سنة كان بره لسكور بس كان مع الفرقة وتلاث لعبين على ما تذكر كان كريم حاتم وكان محمد خيري وكان لعب ثالث يعني كان فيه ثلاث أو أربع لعبين جوه لسكور وبالمناسبة ابتدى بلعيبة منهم يعني كريم حاتم ابتدى في الستارتين فايف بيدي ثقة يعني كبيرة جدا للعيب غريب جدا مستر أجوستي يعني بصراحة عنده قلب جامل جدا ما بدخلش المشاعر في الشغل هو راجل بيشتغل لمستقبل نادي الأهل بس مش عشان يكسب بيشتغل لمستقبل نادي الأهل عايز يعمل إمبراطورية لعشر سنوات والنادي الأهل يمتلك ده طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات بلعبه دلوقتي قبل النهائي مع نادي سموحة القوي العنيد تاني العرب نادي سموحة بمناسبة سيدات كرة سلة هو تاني العرب بنالعب دلوقتي في هذه الأثناء المباراة بتدت الساعة 8 ان شاء الله نقول لحضراتكم نتيجة المباراة مباراة مهمة جدا كبار وصغيرين للأسف المرتبط الصغار خسروا من سموحة فإذا احنا ما عندناش أي بديل غير الفوز النهاردة بإذن الله على سموحة الفريق الكبير بيدرب سموحة كابتن محمود طبعا الرائق صاحب الخلق الرفيق طبعا عندنا في النادي الأهل كابتن طريق خيري طبعا أسطورة كبيرة في كرة الساعة بيدرب الفريق نتمنى كل التوفيق ان شاء الله نعرف نتيجة ونقولها لحضراتكم مهم جدا نكسب مباراة الكبار النار عشان أننا نحن لا نوفق في الصغيرين فلازم الكبار نكسب عشان نتعادل أو يمكن نبقى طيب برضو كان قبل مباراةنا الجزيرة وسبورتنج الجزيرة وسبورتنج كانوا بلعبوا قابلينا قبل نهائي طرفي قبل نهائي الناحية التانية بالمناسبة مفاجئة الجزيرة كسب سبورتنج صح كده يا جماعة أنا بتكلم سبورتنج كسب الجزيرة في آخر ثانية سبورتنج كسب الجزيرة سلسية في آخر ثانية بونت سبعة شتين ستة وستين فجمع أنتم شايفين ماتشاط كلها أتصور السنة دي موسم البنات هيبقى موسم قوي عندك الجزيرة عاملة فرقة كويسة سموحة عاملة فرقة كويسة واحتكاء جيد الأهل بالطبع يعني قد بكبير عندك سبورتنج في أربع فرقة في السيدات مصر التأمين داخل عاملة فرقة قوية جدا اتحاد سكندري بيعمل فرقة سيدات يعني كابتل محمد بصلحي لم يكفي طبعا النادي الاتحاد فريق كبير في الرجال ولكن قال لك لأ يبقى عندي كمان فريق قوي في السيدات وده شيء يحترمه في الآخر ده كله ده بيصد في مصلحة منتخب مصر في كل الألعاب منيبقى عندك داوة دي قوي طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو كرة طائرة رجال واللي بدأوا الموسم واستهلوا بمباراة بنها واللي تلعبت طبعا امبارح المباراة تلعبت امبارح على صدر الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وانتهت بفوز النادي الأهلي 3-0 المناسبة فريق بنها فريق محترم جدا جدا ما كانش يبقى في الممتاز ما كانش يبقى في مجموعة النادي الأهلي نتائج الأشواط جاءت كالآتي 25-18 وده يوضح فريق بنها فريق محترم ومن هنا احنا بنحيي فريق بنها الحقيق على مستوى الأداء 25-7 و25-10 ده اول مباراة لنا في المجموعة بتاعتنا اول مباراة لنا في المجموعة بتاعتنا المتش اللي جاي ان شاء الله هيكون مع نادي مصر البترول وهيكون بعد بكرة بإذن الله كل التوفيق طبعا لرجال الكرة الطائرة اللي عملوا عداد كويس خدوا دعم مجلس إدارة قوي جدا من نشاط الرياضي كاتخاذ العوضي كل النادي واقف ورامل تستعد التاني الألقاب ان شاء الله داوري وكاس وبطول أفريقية احنا أبطال أفريقيا المسلم اللي فات كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب المتش سورنا التقريب ده اتفرج عليهم حضراتكم ونرجع لبعض دي كأول مباراة يعني أنا مبسوط ان أنا انضممت مع النادي الأهلي هو كان حلمي ليه من وانا صغير يعني والحمد لله دي أول مباراة رسمية كنا مستعدين لها يعني وربنا كان موفانا أكتر منهم هو مفرقيا احترم طبعا بس الحمد لله قدرنا نكسب تلك السفر هو كان دايما بيحفزنا ويقولنا ننسأل حصل السنة اللي فاتت احنا هنبدأ صفحة جديدة ودايما في اجتماعات وبنقض دايما مع بعض والفرقة كلها محفزة بعضها يعني ومستعدين لأي حاجة بإذن الله إن شاء الله عندنا مصر بيترول في مصر بيترول المطشي جاوم التلات هو مطشي ريخم في أرضهم أرد صعبة يعني احنا بإذن الله تمرين صبح وليل مكملين زي ما احنا لحملة قيل وإن شاء الله احنا يعني 24 لائب يعني مستعدين لها يا حاجة بإذن الله طبعا احنا استعدين فترة اللي فاتت عملنا فترة دايات جيدة عملنا حوالي شهرين نتمرن صبح و بالليل عملنا ماتشاط ودية كتير أخيرا كانت نادي طلعة الجيش هنا في الصالة طبعا كابتين ميدو قدى المشاركة للعيبة كلها من أصغرهم لأجوارهم مع طول يعني ما فيش أي فرق وإن شاء الله الفترة اللي جاية كلها تبقى ماتشاط هتبدأ تتقل واحدة واحدة وإن شاء الله اللي جاية يكون خير كله إن شاء الله النهاردة الحمد لله كسبنا الحمد لله فرق مستريح ماش ما كانش أجمد حاجة كله خد فرصته ظهرنا مستوى كويس الحمد لله وإن شاء الله نبدأ نسجم أكتر مع بعض في الفرقة وباية الدوري إن شاء الله نعمل حاجة هي كويسة إن شاء الله الحمد لله ماتش محترم لسه أول ماتش في الدوري وقالنا فترة بنستعد تمرين صبح وليل وفترة إعداد فرقة محترم الحمد لله كسبنا النهارة 3-0 لسه دي البداية وبقالنا فترة بنحضر للماتشاط دي لسه عندنا ماتش مصر البترول إن شاء الله الماتش الجاي بس ربنا يكرم بها إن شاء الله نعوض الإخفاق بتاع الثانة اللي فاتت نخلين مركزين السنادي على الدوري والكاس إن شاء الله ونحفز كمان إن شاء الله على أفرقيا يا بيذن الله يعني صفحة جديدة إن شاء الله الدور ده مركزين إح نعوض السنا وكل أخطاء اللي إحنا بنعملها أو كن мы بنعملها بنحاول ما نتركز عليها حيث نحن إن شاء الله نبقى أحسن بس إن شاء الله خير يعني السنة يا بيذن الله دي أول مبارة لنا في الدوري الحمد لله اشتغلنا الفترة اللي فاتت كويس جدا تمرين الصبح وبعد الظهر اللي عيبة كانت مركزة في التمرين مباراة النهاردة فريق بنها من الفرق الصعدة للدور الممتاز قدت النهاردة أداء على قد مستوها أو قد إمكانياتها ولكن احنا الحمد لله كل مواطش بنبقى عاملين حساب ومركزين التمرين الفترة اللي فاتت كم صبح وبعد الظهر ودي أول مواطش زي ما حضرتك بتبقى عارفة بنبقى دخلين عاملين مواطش مركزين حتين حساب فرقة بنها لازم تحترم الفرقة دي عشان انت من خلال احترامك للفرقة دي بتقدر تلعب وبتقدر تظهر بأداء كويس والحمد لله النهاردة يعني أنا شايف انه أداء كويس من الفرقة النهاردة كابت محمد مصلح أشاركنا اللي 14 لعب على وجه الكامل فده من خلالنا بتوبقى حاجة كويسة ان انت تقدر تشترك وتشارك كل اللعيب الحمد لله والله ان شاء الله يشاركوا ممكن المواطش الجاي يكون خلاص جراءات الكيت بتاعتهم انتهت وان ممكن مبارك جاي يكون ان شاء الله خلص اجراءات الكيت بتاعتهم ويشاركوا ان شاء الله اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا ابرز اللي شفناه في التقرير اذا محضراتكم شفته طبعا يعني اجراءات الكيت للعبين ان شاء الله تم المحترفين ويشاركوا الحاجة التانية انه ال14 اللعب شارك فواضح جدا انه كابت محمد مصلح ميد وبدأ الموسم نفس الفكر خلاص ما بقاش فيه فكر ان انا اعتمد على خمس لعيب يا ست لعيب يا كلام دي خلاص انتهى اوفر معاتش لازم يبقى عندك كل الفرقة جاهزة اصابات طول الموسم طويل الطائرة اخر اتحد طائرة اخر للموسم بشكل كبير فخلاص ده بقى فكر كل المدربين نروح للخبر اللي بعد كده ويبدو ان الكرة الطائرة يعني السنة دي مركزين بشكل جيد سواء على المستوى الكبير الكبير رجال وعلى كمان الناشئين والشباب خبر جيد يمكن فرحنا بيه اليومين اللي فاتوا وكمان اتزاع على قناة النادي الاهلي فوز فريق 19 سنة للكرة الطائرة او تحت 19 سنة بقى كابتن حسام شعراوي ببطولة القاهرة بعد ما فاز على نادي الشمس بفريق العنيد القوي بنتيجة 3-0 الاشوات جاءت كالقاتي 25-22-25-14-25-16 في مباراة قوية قدمها الشباب الف مبروك كاميرا الابطال كانت موجودة في قلب الاحداث او في قلب المباراة سجلنا التقييدة مع اللاعبين والجهاز الفني اتفرج على التقييدة وارجع لحضراتكم هو بصراحة احنا بدئين استعدادات من شهر 7 من يوم 1-7 تقريبا الغارة دلوقتي الفرقة منتزمة جدا يمكن كان في بعض الصعوبات شوية عندنا بعض اللعيبة في المنتخب منتخب الشباب تحت 21 منتخب الشباب تحت 19 طبعا ببقى فترة كبيرة مع المنتخب بس الحمد لله اللعيبة رجع وقف على لجليها جهاز المنتخب 21 والشباب كانوا الحمد لله كويسين جدا واللعيبة عرفها رجع لجليها فعلا بالنسبة للماتش بتاع النهاردة كنا كنا مركزين جدا عارفين ان عمدين محاضرة كويس للفرقة هنلعب على ميل ازا كان في الاول او في النص او في الاخر والحمد لله اللعبة نفزت كلام بالزبط جدا الحمد لله وربنا كرمنا والماتش ميش زي ما كنا رسمين وعايزين الحمد لله الحمد لله على المكساب والبطولة نحنا كنا دخلين البطولة مركزين من الاول ماتش إن إحنا لازم نجيب البطولة دي والحمد لله النهاردة كنا مركزين ودرسين فيرة الشمس كويس والحمد لله قادرنا بنفس اللي كابتن حسامة اللي هلنا والحمد لله أخذنا البطولة طبعا كان دائما بيكلمنا على أهمية البطولة عشان ديف Chapter عشان دفعه لنا البطولة الجمهورية بعد كده فإحنا لازم نخش ناخد البطولة عشان الفرقة اللي تجي تتفرج علينا في فعلة بتيكي تفرج علينا فلازم نبقى قد المسئولية وناخد البطولة عشان نيت تبقى دفع علينا لطلقة الجمهورية البطولة مراكزين فيها من اول ما بدأنا والحمد لله كسبنا فريق الشمسة فريق كويس كسبناهم 3-0 في الفاينل والحمد لله برضو مجود كابتن حسام معنا الجاز كله ودكتور محروس وكل اللي موجودين كابتن حسام كان عامل خطة قبل المطش يعني قال لنا هنبدع عبعلمين وهنعمل ايه علشان المطش يبقى سهل والحمد لله كسبنا الحمد لله كنا مجاهزين اول المطش ده كويس بقالنا اقتر من اسبوعين يعني احنا جاهزين للمطش ده من اول بري سيزن لغد دلوقتي احنا منجهز المطش ده بس لاخلين المطش بكل تركيز وجاهزين يعني المطش ده قال لكابتن حسام اكتماع بنا مرتين مارف التمرين لتراي مطش والنهارد قبل المطش جايين مخصوص بدري قبل التمرين عشان قبل المطش عشان نتكلم في اللي هنالعب ازاي في المطش وطريقتنا بس الحمد لله الحمد لله الطريقة نكأتين والله احنا بنتمرن مع كابتن حسام يعني على كل اللي بيحصل ده يعني تمرن في مواقف المالعب دي قبل كده كتير فيعني كنا قبل المطش مستعدين كويسا الحمد لله واللiewنا اللي احنا نلعب صرف على علي وقل اللي هو احسن ضرب عندهم يعني فعشان نقدر نقفوا بس فالحمده اللي يعني قدرنا نلعب واتسبنا الحمده اللي ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الماتش تال صفر بأقل مجهود احنا من الأول عارفين هننلعب ازاي ومع كابتن حسام شعراوي عارفين بالزبطة هنلعب ازاي وإيه تكتكات والحيات اللي احنا عايز نلعب بيها عشان كده الماتش كان سهلا بالنسبان للحمده اللي قدرنا نكسب تال صفر طبعا لسه في طولة الجمهورية يعني احنا فرضنا اسلوبنا اعتبر يعني ان شاء الله عشان نبدأ الجمهورية احنا نبقى احسن اعتبر كسبنا ماتشات الدور الستة كلها 3-0 هده حاجة تخلينا طبعا نحن نبدأ الجمهورية يعني مسيطاري ان شاء الله الحمد لله كان مبارك ويسا وكابتن حسام كان دايما بيشجعنا على البطولة دي والحمد لله انا ربنا كرمنا وكنا عمليم فتر هدات كويسة من اول الموسم وكان هدفنا البطولة والحمد لله كسبنا اول لا هو طبعا هده ده متعوادين عليه من فرة الناد الاهلي من الزمان وحنا جايين اصلا وعارفين يعني كده نكسب بطولة فالحمد لله ربنا وفانا وحددنا اول طبعا كابتن حسام مضرب كويس جدا وكان دايما نشيرين معنا في التمرين كل تمينات يعني تميين كل كل اسبوع تميين كتير خمس ست ايام فاكيد كابتن حسام كان تميينه كويسة وكان كفاية انه ها ياهلنا لنحن نكسب البطولة الحمد لله النادي عمل مستوى كان جامد بصراحة الماتش غير صرا صفر يعني الحمد لله زي ما بيقولوا بالعلامة الكاملة فزي حاجة كويسة وخطوة كويسة للبطولة للجمهورية يعني نبص اللي قدام عشان لسه عايزين ناخد ناخد السنائية يبقى مفيش بطولة خرجت من النادي الاهلي ان شاء الله احنا تعيبنا وفي التمرين كنا من اتمرن الصبح وبعد الظهر وبالليل وجمه وكل حاجة كنت بقى عايزة اشكر برضو دكتور احمد الخصائي بتاعنا بتاع الفيتنس انا شايف ان النهاردة الماتش كان يستهل 3-0 من بدري واحنا داخلين عايزين نكسب 3-0 اصلا والحمد لله قدرنا نكسب 3-0 واللعيبة كانت رجالة والعيبنا الحمد لله كويس وإن شاء الله ربنا كريمنا في اللي جاي الحمد لله تعني الماتش كان سهل بسبب اننا كنا كويسين نهارده وهم برضو مستوام قالله ف يعني خلنا الماتش سهل برضو بتوقع بكابتن حسيم وكابتن كل الكابات اللي برا والعيبة برضو بصراحة كانوا رجالا من نهاردة فبس كانت الحمد لله powiedzieć بطوله سهلة والحمد لله يعني فرحنا جمهيري الاهلي يعني الحمد لله الماتش صعب في الركة الشمس جفقة كويسة بس احنا كنا نازلين احسن يعني مستعدين احسن منهم والحمد لله يعني فارحة حلوة ولسه ان شاء الله انا متصعد من فقه 17 لسه ان شاء الله عندنا فوينة اليوم الحد ان شاء الله لا الحمد لله اللي عيه كلها ملك كزا من اول نقطة الاخر نقطة في المتش وكلنا بنلعب بحماس عالي عشان ان شاء الله يعني نكسب المتش زي ما حصل النهارة 3-0 وبطوله ان شاء الله كويس اهلا بحضركم الجديد ويعني بخصوص مباراة كرة السلة سيدات الاهلي وسموحها المباراة دخل على منتصفها يعني الكورتر التاني او الشوت الاول بيخلص لسه فاضل تقريبا 27 ثانية بتقدم اهلاوي 41-34 ولكن الفرق 7 نقاط نعم احنا في المقدمة ولكن الفرق ما يطمنش دايما فيه مباراة السيدات بالاخص مباراة اللي كانت قبل كده الجزيرة وسبورتينج وسبورتينج نجح يحسن مباراة في اخر ثانية بتلاتة بونت فاذا الكورت السلة ما تعرفش المستحيل 41-34 جيد انحنا ما متقدمين ولكن المباراة دي ما بتحسمش إلا في النهاية كل التوفيق طبعا لفريق كرة السلة سيدات إن شاء الله نكسب النهاردة عشان يعني ناخد خطوة لقدام ونبقى قربنا من دور النهائي عشان لا هيكسب يعني من عندنا هيقابل الكسبان من الجزيرة وسبورتينج هنرجع تاني لكرة الطائرة ولكن مع الناشئين او الشباب تحت 17 سنة خلينا نقول الشباب تحت 17 سنة بيلعبوا هذه الاسناء دلوقتي نهائي بطولة القاهرة ايضا بس مش مع نادي الشمس زي 19 سنة ولكن مع نادي وادي دجلة المباراة بتتلعب على صالة نادي المقاولين وفريقنا كله تركيز طبعا عشان يفوز باللقب زي فريق 19 سنة اللي شفنا التقريب بتاعه قبل الفصل طبعا يعني الجهاز الفني كان عمل محاضرة مع العيبة قبل مطش واتكلم معاهم وفريق وادي دجلة فريق قوي جدا فريق محترم جدا جدا كانت نهاني بسالح رئيس الجهاز هناك عامل شغل كويس جدا في وادي دجلة في الأعمار الصغيرة 17 و19 و15 وانت نازل الحقيقة عامل شغل كويس جدا وزي ما قلت لحضراتكم يعني نتمنى فوزهم النهاردة عشان نبقى خدمة 19 و17 بطولة القاهرة ويبقى ان شاء الله النظر بعد كده على فريق 15 لانه فرق الناشئين بتبقى مؤشر انت ماشي ازاي في السنوات القادمة 19 سنة طبعا فريق قوي جدا ويعني اتصور ان شاء الله ان حتى بطولة الجمهورية مش هبقى عندنا ازمة فيها ان شاء الله عايزين نتطمن على فريق 17 سنة ولو عرفنا النتيجة برضو هنقول لحضراتكم اثناء الحلقة هنروح للكرة الطائرة سيدات بكرة ان شاء الله هيبتدي المشوار ابتدى ابتدى المشوار احنا ابطال الدورة ابطال الكاس في السيدات باذن الرحمن بكرة هتبتدي اول مباراة في الدورة باذن الله امام نادي الزهور فريق الزهور فريق محترم جدا جدا ومجموعتنا زي ما حضراتكم عارفين الاهل والزهور تحت اسكندري هوليوبلس والزمالك واصحاب الجياد ودي دجلة 6 اكتوبر مجموعة قوية المباراة ان شاء الله هتتلاعب مع ما على نادي الزهور بكرة ان شاء الله على سلطو في مدينة نصر فريقنا هلع في الجولة التانية مع نادي الزمالك المباراة ان شاء الله هكون يوم الجمع القادم في النادي الاهلي بدون جمهور وده الفاكس او الجواب اللي جاء على النادي الاهلي يعني المباراة هتتلاعب المبارايتين بالمناسبة مش مباراة النادي الاهلي بجمهور بغير جمهور ولا هو بيبقى المعاملة بالمثل او بيبقى عقل المباراة هتكون في صالة النادي الاهلي بدون جمهور ومباراة العودة في ميتة عقب هتبقى ايضا بدون جمهور كل التوفيق طبعا فريقنا كابتل حمد الصافي لمدير الفني بزل مجهود كبير جدا هو اللاعبات الفترة اللي فاتت حصل تدعيمات قوية معانا اتنين او اتنين اجانب محترفات على اعلى مستوى الليفل ون على العالم كله مش بس عندنا لفل واحد او ليفل ون على العالم كله اللاعبة بتاعتنا الصراحة السن نادي حصل دعم في اتجاه الاجانب قوي جدا يعني النادي الاهلي يعني بامانة حصل تدعيمات قوية جدا 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 الحقيقة اسعدتني بكل المقاييس الحقيقة كابتخد العودة بدون نشاط الرياضي الزميل العزيز أدى فيها دور كبير جدا لدرجة أنه عشان يمضي أحد المحترفات في كرة الطائرة سافر هولندا فإذا فيه شغل مبزول فيه دعم قوي جدا مجلسات النادي الأهلي بيوفر كل شيء كل شيء تتخيله من العيبة لمرتبات لرسوم تسجيل لكل شيء النادي الأهلي موفر للعبته وموفر كل شيء للأجهزة الفنية بشكل في النهاية يكون بيترجم لبطولاته يعني مكسل وهو ده النادي الأهلي منظومة كاملة مسلس هرمي بيبقى كل منظومة متكملة بحيث في الآخر نسعب جماهير النادي الأهلي طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو خاص بالسكواش السكواش المصري طبعا تعرفين حضراتكم أنه احنا برازيل العالم زي كرة القدم كده احنا برازيل العالم في السكواش في بطولة العالم للسكواش هتتلاعب على أرض مصر في مدينة أو ملاعب مدينة في مدينة ملاعب مدينة ملاعب السكواش في مدينة هتتلاقب إن شاء الله في مصر فيه اتنين من الفرقة خمسة الفريق أو فريق منتخب مصر للجامعات هم خمسة اتنين منهم من النادي الأهلي مين هم مصطفى عسل لجميلة طبعا الكبير وسانة إبراهيم بنت طبعا كابتن محمود إبراهيم الكابتن الكبير أو يعني أحد رموز التدريب الكبار بسورة مصطفى عسل وسانة الحقيقة سانة إبراهيم من أفضل اللعبات والمصنفات في مصر الاتنين هيشاركوا في البطولة خلينا أقول لكم البطولة زي ما قلت حضركم أنتلاقب في ملاعب سكواش بمدينتي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على فكرة بطولات العالم للجامعات بطلقى دايما اهتمام عالمي يعني أنا كنت حتى لما بشارك في بطولات أفريقيا أو بطولات عالم في الجامعات كنت يعني بيبقى حلم كبير لأن بتروح تلاقي منتدى كبير جدا الجامعات دي يا جماعة لو نبص الأمريكا نبص لأوروبا التنافس الحقيقي في الجامعات 17 دولة هتشارك خلينا أقولهم لحضراتكم سريعا عشان تعرفوا حج بطولة العالم للجامعات وأهميتها لدرجة أنها طبعا تحت رعاية طبعا دولة رئيس الوزراء فده في حد ذاتها بتبين لك قد أهمية هذه البطولة من الفرق المشاركة كندا أسبانيا فرنسا سويس راتيشيك ولندا الماجر بولندا استراليا اليابان كوريا الجنوبية هونجونج الأرجنتين جنوب أفريقيا أغاندا لإراء وده بالإضافة طبعا لمصر البلد المصادفة ان شاء الله نكسبها ان شاء الله مصطفى عسل وسنة يقدوا أداء كويس وزا ما حضراتكم شايفين أنا بتكلم على مستوى الرياضي اللي احنا شايفينه مصر بقى قبلة العالم الحقيقة بقى كل البطولات الدولية اللي بتنظم في مصر بتلاقي في يعني إقبال شديد جدا من دول العالم المشاركة لما تتميزه مصر يعني الحقيقة من جو سياحي جميل أنا كلاعب لما كنت روح يعني مثلا بروح ألعب بطولة في دولة معينة بخش أقرى عن الدولة بشوف الأماكن اللي زورها بيبقى أخدها فرصة أنا لو عندي يوم راحة في البطولة بروح أعمل زيارة لأحد المناطق الأسرية زيارة لأحد المراكز التسوق يعني كنا حتى ممكن نازل نعمل شوپنج نلف في الشوارع نمشي كنا بنبص ونشوف الدولة دي عبارة عن إيه فالنهار دا لما تلاقي كل الدول دي بتيجوا كل اللعبة دي بتيجي وتحمل يعني أخبار جيدة وتحمل طبعا سمعة جيدة عن مصر وترجع تقولها أكيد دا أكبر تنشيط للسياحة المصرية وربنا يوفق القائمين عليها ويوفق اللجنة المنظمة أنها تخرج بأفضل شكل هنروح لكرة الماء ودايما إحنا متابعين يعني أخبارهم لأنه حضراتكم زي ما شفتم في الحلقة اللي فاتت أو من الحلقتين فاتوا كنا مصادفين أبطال كأس مصر للرجال كرة الماء يعني بيفزل فيها جهد كبير الأهل يهزم الشمس في ختمه نفسها بطولة الجمهورية لنشيء كرة الماء موليد 2005 المبركة تتلعبت على حمام سباحة نادي الأهل بفرع الجزيرة أو المقر الرئيسي بالجزيرة لا مش فرع هو المقر الرئيسي بالجزيرة وانتهت النتيجة بـ 11-6 فرقتنا طبعا قدمت مبراء قوية وسيطرت على مجرات الماتش ومن بداية لحد نهايته وده طبعا لا يقل لأبدا من فريق نادي الشمس المحترم اللي احنا الأولى من نادي الشمس طبعا فريق قوي أكيد الخبر كان معنا لأنه طبعا نادي الشمس قدم مبراء قوية ولكن يعني كرة الماء في النادي الأهل تشهد طفرة 11-6 ألف مبروك إن شاء الله يكملوا بهذا الشكل وبالمناسبة طبعا فيه لعبة من دول متصعادين للفريق الكبير بيلعبوا معاه فيكتسبوا خبرات وبيزيلوا فيدوا فرقتهم هنروح لأحد الأخبار كمان المهمة يمكن التنس الأرضي من الألعاب القديمة والألعاب المأصلة في النادي الأهل نادي الأهل عنده ملاعب لتنس الأرضي فيه ملاعب فيه نادي الأهل الجزيرة هو الأقدم هو الأعرق وهو اللي شهد طبعا نموز النادي كلها شهدت لعبة في هذا المكان أو ملاعب دي وعندنا فيه أهل مدينة نصر وتعامل طفرة كبيرة وتنقل مكانهم وتعامل بشكل جيد النادي الأهل منطلق طبعا حرصه على توفير كل حاجة للفرقنا وكل الإمكانيات للفرق وكل الإمكانيات أيضا للعبين النادي الأهل الحقيقة عمل تطوير شامل لملاعب تنس الأرضي في مقر نادي الأهل بالجزيرة والفتتاح كان من يومين مبارح كمان لا بالأخص الفتتاح كان مبارح وحضروا طبعا شخصيات مهمة جدا من نادي الأهل حضروا طبعا معاني الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ خالد مرتجي أمين السندوق والأستاذ محمد الغزاوي عضو مجل صدارة النادي ومجموعة كبيرة من رواد التنس بالنادي الأهل والأجهزة الفنية زي ما قلت لحضراتكم مجمع التنس ستعمل له عملية تطوير شاملة بداية من البنية التحتية والممرات ومنطق جلوس الأعضاء ومعهم تطوير ورفع كفاءة 8 ملاعب اللي موجودين وتغيرت فيهم الأرضية والشباك وده وفقا لأحدث الموصفات والمعايير سحاداتكم مشايفينه يعني أنا لو جيت قلت لك المشهد ده في أحد ملاعب التدريب في أوروبا أنت مش هتقول لأ يعني مش هتستغرب لأنه الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الملاعب التنس مش بس يعني عبارة عن ملاعب ولكن فيه بنية تحتية وده تم تطويرها بكل ما تحمله الكلمة طبعا كان فيه مبارح يعني عرص كبير الحقيقة في التنس الأرضي وفرحة كبيرة من الأجهزة الفنية واللعبين والأعضاء اللي بتلعب التنس الأرضي وعملية تطوير ده حصلت في ضوء جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن طبعا نحمود الخطيب رئيس النادي ورمزنا عشان تطور منشآت النادي فيه كل الفروع ويعني أنا مش عايز أقول لحضراتكم يعني لما بنحب نفصل في النادي الأهلي نروح نقعد في ملاعب التنس تتفرج بس على التدريبات تتفرج على النشاط في التنس الأرضي الحقيقة بتخليك تفصل تماما فالمكان ده مهم جدا في النادي الأهلي والحقيقة شاهد تطوير اللي بنشكر عليه مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا وهنيئا لأسرة التنس الأرضي هنروح لكي المحلي احنا خلصنا كده أخبار النادي الأهلي هنروح للمحلي والحقيقة دايما لما بتيجي أخبار السلاح أنا الحقيقة أول ما بشوف خبر للسلاح بحس بفخر بحس بعزة لأن السلاح الحقيقة من الألعاب اللي عاملة طفرة كبيرة جدا 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 لما بشوف الخماسي لما بشوف رفع الأسقال لما بشوف السكواش الحقيقة بحس بفخر لأن ده لما كانت طبيعي لرياضها المصرية منتخب مصر سلاح الشيش بيشارك بكأس العالم بألمانيا منتخبنا الوطني الأول لرجال سلاح الشيش هيشارك في أول بطولات من بطولات كأس العالم من الموسم اللي احنا فيه واللي هتتلاح في مدينة بون الألمانيا في الفترة من 11 ل 13 نوفمبر اللي احنا فيه قائمة منتخبنا الوطني بتضم تسع لعيبة على أبو الآسم محمد حمزة محمد عصام محمد حسن عبد الرحمن حفور يحيى ماضي صالح صالح سهيل نوار عبد الرحمن طلبة منافسات الفردي هتبدأ أول يومين وهيتلاح بدوري المجموعات والأدوار الأولى في اليوم الأول وبعدين اليوم الثاني هتلاح بالأدوار من 64 لحد النهائي أما اليوم الختامي فهتلاح فيه منافسات الفرق فيه دين لعيبة عندنا مش هلعبوا أول يوم أو مش هلعبوا التمهيدي لأن هما من أحسن اللعيبة في العالم هما علاء أبو الآسم المصنف السادس عالميا ما بيلعبش تمهيدي بيخش على الفينال هو هيكون زي ما قلت لحضراتكم اليوم الثاني من البطولة هو يوم تحديدا 12-11 ومحمد ماهر حمزة المصنف التاسع أيضا مش هيلعب التمهيدي في أول يوم هيخش على اليوم الثاني زي ما قلت لحضراتكم السلاح من الألعاب اللي ما تجيب أخبارها بتبقى دايما أخبار تدعو للفخر الحقيقة وخاصة ما تخص منتخب مصر هنروح لخبر وهو إحنا قلنا نختم به لأنه هو ده الخبر اللي يعني زيقوله الكريزا هقول لحضراتكم أن دورنا كإعلام رياضي يهتم بالألعاب الأخرى أنه احنا نحط الضوء على الألعاب اللي بتشرفنا والحقيقة مظلومة إعلامي هذا الفريق هو فريق الكرة الطائرة جلوس اللي بيلعب وانا بكلمكم دلوقتي الأيام دي بيلعب بطولة العالم بتتلعب اليومين دول بالمناسبة فريقنا تلعى دور الستاشر كيس برواندا وتلعى دور الستاشر الأجمل من الخبر ده بقى كمان أو التفصيل الأجمل أنه تأهل أول مجموعته يعني بصة لبدي لكم خبر يعني الحقيقة كريزة الأخبار بتاعتنا النهاردة هو منتخب مصر ودي الحاجة الأكبر وأصحاب الهمم بنستلهم منهم العزيمة والإسرار فلما نلاقي النهاردة مجموعتنا هولندا أوكرانيا رواندا يعني شايفين الصورة دي طاير يعني لعب منتخب مصر طاير في الهواء يعني أنا يمكن أقول دي صورة العام طاير عزيمة إسرار فلما نلاقي النهاردة مجموعتنا هولندا أوكرانيا رواندا ونتأهل أول مجموعتنا وطبعا مش عايز أقول لكم أنه يعني يعني معلش يعني الدول الأوروبة الدنيا قريبة فيه احتكاك فيه دعم فيه بتاعه ولكن مصر موفرة كل شيء للعبتها ولكن لما تكسب أوروبا بالشكل ده بالعظمة دي بالأداء ده وتتأهل أول مجموعتك لا تعظيم سلام تعظيم سلام لهذا المنتخب وإن شاء الله يا رب يعني بعد عودتهم ننظملهم حلقة كبيرة هنا في النامج الأبطال لأنهم يستحقوا كل الدعم طب مين لعبتنا ونقولهم لعيب 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 نقولهم 12 لعب هشام الشويخ وحمد حسن وشعبان خاطر وأحمد سليمان وأحمد عامر وحسام مسعود والسيد موسى وأحمد ذكري وزكريا أيوب ومحمد أبو اليزيد ومطاوع أبو الخير وأنور عبد الرحمن دول قائمة الشرف بصلنا دورة 16 وإن شاء الله هنكسب لأن احنا أول المجموعة في دورة 16 هتليك بتلعب رابع المجموعة اللي هناك فبمعنا كده هنخش من أحسن بإذنك يا رب بإذنك يا رب من أحسن تمن فرع في العالم هنبتكلم على فريق مصري بإمكانيات مصرية في وسط وطبعا أنا مش عايز أقول لكم أديه في أوروبا كمان بيحصل دعم الأصحاب الهمم خلينا نقول كمان أن أنت مع هذا الدعم في أوروبا أنت بتتأهل أول مجموعتك مع هولندا وأوكرانيا خلينا أقول لكم كمان أسماء الجهاز الفني لأن الفريق مش بس العيبة جهاز الفني الدكتور وجيه حمدي رئيس الجهاز محمد رؤوف مدير فني محمد بشير مدرب عامي دكتور سامح سيد طبيب للمنتخب الدكتور عادل عرفات رئيسا للبعثة أهمية البطولة دين اللي هيفوز بها هيدمن الصعود لدولة الألعاب البارالنبية القادمة إن شاء الله من غير ملعب تصفية يا رب يا رب ندعي لهم بالتوفيق هم كده إن شاء الله حتى الآن ضمنين يطلعوا دور الستاشر خلاص دور التمانية إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة نتأهله يا رب يعملوا المعجزة ونفوز بهذه البطولة ده كان آخر خبر معنا وده كان أحلى الحقيقة دايما ختام بيكون الأخبار اللي بتخص منتخب مصر هلت على فاصل بعد الفاصل هستقبل أبطالي أبطال العالم أبطالنا وأبطال العالم في الكراتيل الناشئين هنصطدفهم وأولاد النادي الأهلي واللي شاركوا مع منتخب مصر في تركيا في بطولة العالم وحاصروا على ثلاث مدليات مع منتخب مصر وسهمهم في ظهور منتخب مصر بهذا الشكل هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هستقبل أبطال أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما حضراتكم شفتوا قبل ما نطلع على الهوى صور بطولة العالم يعني مصر خدت المركز الثالث في بطولة العالم لتلعبت في تركيا والحقيقة دي تميمة البطولة وأولادنا أولاد النادي الأهلي ساموا بشكل كبير طبعا في مصر أنها تاخد هذا المركز البطولة بمناسبة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة دي كانت البطولة قبل ما نروح نتكلم عن تفاصيل البطولة وعن أبطالة بحب أرحب في البداية طبعا بمريم المغربي صاحبة فضية الكاتة الجماعية في بطولة العالم مريم العزبي طبعا حصدت فضية الكاتة الجماعية أهلا بك مريم من ورانا مبروك وطبعا بحب أرحب كمان بفاطمة عبد الناصر صاحبة ذهبية الكوميتي تحت 59 كيلو من ورانا يا فاطمة خلينا أجيلك يا فاطمة يمكن الدهب يعني بتبقى في بطولة العالم أمر صعب شوية ممكن تخش في التلاتة إلى الأربعة الأوائل بتبقى الموضوع نوعا ما بصعب طبعا وقوي وبيبقى فيه محتاج مجهود بس الزهبية بتبقى محتاجة شغل للمنافسات تانية احنا خدد الدهب ده مع مين في الفاينال لعبت الدهب مع المجر في الفاينال مع المجر طيب يعني أفضل فريقين هم اللي تأهلوا سواء مصر أو المجر ولا كنت شايفة فيها رأة تانية قبلت بعض في التصفيات عشان كده موصولوش في الفاينال لا طبعا هو الفرقة اللي كانت منافسة معنا قوي كانت اليابان مثلا وفرنسا كانت ديفا منافسة اليابان كانت فرقة منافسة جامد وخصوصا في الكاتع عبد المارين لكن أنا عندي في الميزان كان الفرقة المنافسة كانت البوسنة والمجر فعلا كانت السيني فاينال مع البوسنة كانت اللي معي المصنفة الأولى عالميا والمجر برضو كانت بنت يعني كانت جامدة برضو طب كلميني عن البطولة بقى يعني خش البطولة واستعدادها سافرت ازاي اتخذت منتخب مصر ازاي كلمين عن ما يعني أو لسبق هذه البطولة. إيه اللي حصل عشان تتأهل تروح البطولة. طبعا البطولة دي مش تعب سنة واحدة يعني دهتها في سنين أنا أصلا في المنتخب من 2018. يعني سفرت بطولة العالم ناشئين وهقفت فيها فضلية بطولة العالم في ميزان 47 ناشئات وطبعا كان نفسي بدهب ساعتها بس الحمد لله ربنا عواضها لي السنية دي بدهب فضلت في المنتخب لحد 2022 تحد وقتنا دلوقتي لات طبعا بطولات محلية سبع سنين متتالية سافرنا بطولات بحرى متوسط بطولات تنشطية بطولات كتير بره قبل بطولة العالم وكانت أخيرها بطولة العالم في تركيا في كونيا. الحمد لله لقيت ست ماتشاط والفاينل وجبت دهب الحمد لله. فاطمة انت موريد 2004 يعني من الكلام 18 سنة صح؟ لسه ان شاء الله المشتقبل عندي كبير لغاية 21 سنة تدقت العام بطولات ناشئين صحة مصبوطة يعني لسه أدامك يعني ما شاء الله يعني يمشي بشكل جاي. طيب لما بتروح منتخب مصهل بيحصل تصفيات يعني انتو بتخش المعسكر في العلعاب الفردية بيعملوا زي تصفيات جوة مثل مكز الومبي في المعادي عشان ينطقوا أعضاء المنتخب. حصل ده معاكي ولا انت نتائجك ما خليك داخل علاقة؟ لا لا طبعا هنا بنصفي أكتر من تصفية في السنة يعني هنا نصف ربع مرات مثل خمس مرات عشان بتطلط العالم تيه. وبنتفحت جوة المعسكر غير تمانين غير التقيمات اللي بتتعبير لنا جوة غير التصفيات عشان ينقوا أفضل عناصر الخمس بطولة العالم. بس يعني وبيبقى في بطولات بره برضو بتشوف نتائجها عشان نصفر لبطولة العالم. يعني أفهم من كلامك ان مش منافسة البطولات بس ده منافسة في التصفيات جوة المنتخب المعسكر. بالنسبة لنا منافسة جوة أصعب من بره كمان. لا برافو ألف مبروك أروح يعني مريم العزبي مريم يعني انت صاحبت صاحبت الماديلية الفضية وخليني أقولي انت ما شاء الله زغيرة في السنة انت 2007 لسه ما شاء الله العمر قدامك. كلميني كان لعبتي ثالث ورابع طبعا. ده أول وتاني. لعبتي أول وتاني مع م dent? الفضية بياها أول وتاني. لعبتي لأول مع م dent? مع اليابان. اليابان. طيب الخسارة كانت يعني فرق جبير ولا كانت يعني الجم قريب؟ هو يعني الخسارة ما كانتش فرق جبير بس طبعا اليابان هي اللي اخترعت الكرواتي فحاجة صعبة ان احنا نلعب في اليابان بس برضو احنا لعبنا كويس واملنا اللي علينا فدي حاجة طب قوليلي يعني زي ما سألت فاطمة لتأهل لك يعني انت عشان تروحي مع المنتخب خاصة انتو السن الزهر بيبقى العدد اكبر يمكن كل ما بتكبره في السن في الالعاب الفردية العدد دي قيل انما كل ما بنصغر بنلاقي العدد كبير اتأهلت ازاي او اختروك ازاي المنتخب احنا دخلنا ناشيات والحمد لله اتأهلت ان انا اطلع فوق مع الشبات ان انا علاعة جامعي والحمد لله ان يعني انا الوحيدة من اشياء الموجودة انتلعت سنة اكبر منها وهي لسه ما تمتش بستاشر مثلا طيب مين المدرب او مدير الفاني في المنتخب اللي شاف فيك ان انت وعيدة تستحق تتصعد طبعا دكتور مراد هو يعني هو شاف فت conjunto اصد الكبتن دهراوي وكابتن إبراهيم وكابتن حمدي اعني هو اكبر حمل يعني او شاف فيك ان انت فاUMине انت تستحق انت تتلعب معا الاكبر منك مش بلعب معا الاكبر مني بلعب جامعي مع الناس الاكبر مني او اعني او انا وانت تلعبت جامع معا اكبر منك عملiments كام اكبر منك الفين و مثلا وخمسة الفين وعربعة الله الفين وخامسة أو 2006 ما شاء الله انت مساعدة معا اكبر منك في المنتخب تتبقى حاجة. طب خليني يعني نفس الكلام برضو فاطمة قالت لي ان هو بيبقى فيه بطولات محلية شاركت فيها طبعا مع النادي الأهل. كان أرقامك بطولاتك عاملة ازاي؟ الحمد لله اخر بطولة جمهورية واخر بطولة كهرة كنت جابا في المأول بطولة جمهورية كنت في المنصورة والبطوات الدولية كنت قبل ما سافر بطولة عالم دخلت شمال أفريكية والحمد لله ربنا كرامني كنت أول وبرضو سافرت أبرس وجبت برضو فيها أول وبس هي دي البطولات معايدا بعد التصفيات اللي حاب نعملها قبل بطولة العالم عملنا كزا تصفية طيب مين في المحل بينافسنا قوي يعني نادي الأهل طبعا في الكاراتين يعني عنده فرق والعيب اكتار مين اللي بينافسنا في سنك أو في جيلك أو مين أبرز المنافسين لنا؟ في الأهل؟ لا برا برا الأهل في البطولة الجمهورية مثلا مين الفرق القوية اللي بنقب لها؟ أندية أندية سموحة مثلا أنا مش عارفة بس يعني كل الناس بنخش نلعبهم بنخش نلعب ناس كويسة يعني كل الفرق كل كويس كل المنافسات بتبقى قوية أو المنشاة بتبقى جامدة مفيش فرقة ضعيفة بتقبلوها خالص طيب أنت ليه اخترت الكاراتين؟ يعني أنت يعني ما شاء الله أنت وفاطمة يعني عبدالهوة بنوع احنا على الله حكايتنا يعني أنت وما شاء الله يعني هاديين يعني ليه كرتلعب عنيفة؟ ليه اخترتيها أنت مساء أنا سأسأل برضو فاطمة نفس السؤال هو يعني أنا كنت وعب أول سباحة فبقى مخلصة من السباحة كنت ماشية في النازل أهلي مبيت مصر كنت معدية يعني فشفت أن فيه أول لعبة أول حاجة ما شفتها ما شفتش كاتا شفت كماتين فقلت معي تخش كماتين جربت كماتين يعني خفت بصراحة أنها تدرب وكده كماتين اللي هو الاشتباك الكاتا بيبقى لعب استعراضي الكماتين شفتهم بلعبه فعجبوني عجبوك عجبت اللعبة فجربت كماتين بصراحة ما نفعتش عشان برضو طول وكده فدخلت كاتا والحمد لله رب أنا مكرم دخلت بقى بس برضو يعني يعني مفسرتيش السؤال أنت اللي قلت لبابا وماما لأ أنا عايز أروح أنت قلت له دخلوني اللعبة دي فاكرة كان سنك قد دي يعني نأ مش دخلت كرتي أربع سنين أربع سنين يعني نقول مثلا أنت دلوقتي خمشون سنة دخلتي مثلا وانت عندك عشر حداشر سنة ما هو أربع سنين وانت عندك خمساشر دلوقتي أو ستاشر نقول يعني 11 أو 12 سنة في الرينجي ده طب لما لبست البدلة ارتببت الحزام أو التمرينة بقى بست الحزام والبدلة ودخلت التمرين ما تخضطيش كده ولا كنت عندك شغف أني أنت عايز أتلعاب اللعبة دي نأ كنت مفضوضة طبع مفضوضة مفضوضة كنت خايف يعني يعني عشان كل باسمع عن الكاروت بس أنا أحييك لأن أنت كمان دخلت اللعبة بعد فترة وأنها بغت فيها فده دليل أن أنت خدت الموضوع بحب وعوضت كل اللي فاتت وأن أنت موهوب طب فاطمة نفس الكلام ليه كارت ايه؟ مش ليه هو أنا برضو يعني لقيت لعبة فيها ضرب ومش عارف ايه وكده فولت ما أدخل أجرف فدخلت دخلت الأول بدأت كاتة طبعا بدأتش سباحة برضو ولا أي حاجة بدأت طبعا بدأت سباحة وكنت بقى ألعب كوا بدأت حاجات يعني يعني جربت كذا لعبة آه جربت وانا صغيرة بقى طبعا ما كل وإحنا صغرين لفينا على كذا لعبة آه لفينا يعني بعد كده بقى لأتكارتي فيها ضرب ومش عارف ايه فولت ما أتواجر كنت بتحبي الألعاب الاشتباك لأن انت خاصة آه شدتني يعني انت بتلعبي كوميتين 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 فهو أنت حبتي آه يعني أنا أصلا كنت بدأ كايتة بعد كده مريتش نفسي في كايتة قوي فحاولت كوميتين بقى سايت آه يعني حاولت مع كابتب محمد سايد سالم مهاراتو آه هو كابتيني لحد دلوقت يعني حاولت مع كوميتين بقى وبعد كده بدلت في كوميتين بقى لحد وقتين دلوقتي دخلت بطلات جمهورية من أنا صغيرة وبطلات قاهرة بدأت سن قدي سبع سنين سبع سنين بدأت بدل قوي يعني ممكن مريم بدأت 11 سنة لا يا مريم بدأت 4 سنين 4 سنين آه لا يا مريم بدأت 4 سنين أنا بدأت كاراتين 4 سنين آه أيوة أنا كده عمال أقول يا ربي ومريم برضو قال أنا مش عايزة صلاحي المعلومة لاته صلاحي المعلومة هذه فهي الفكرة قال أنا لأ عشان ما أقولش حاجة لأ بالعكس 4 سنين أنت بتديت 4 سنين ما شاء الله طب ده كويس جدا وده برضو بس 4 سنين مش بدل على الكاراتين هو في الكاتة مش بيكون بدل عشان هما بيتعا يعني كده كده بنبدأ وهنا صغرين كاتة آه فهي بدأت كده سنة مناسب سنة مناسب آه طب الكوميتيه بقى اللي بتدي نشتبك إمتى يعني على سنة طبعا نلازم نكمل في الكاتة شوية عشان ناخد أحزمة في الكاتة صح لحد ما ناخد مثلا حزام الاسود طيب يعني يعني انت بتلعب برا وتحتكيت بمدارس كتير وانت في النادي الأهلي برضو بتتمراني محلي مهما كان احنا بتمرن مازميننا بتمرن مع دا مع دا مع دي كلهم يعني محلي شايفة فيه اختلاب بيننا وبين اللي برا يعني شايفة ان احنا كتدريب وكامكانيات يعني انت بتنزيلي عندك رهبة من الفرقة من الفرقة التانية المنتخبات التانية الجنسيات التانية ولا شايفة مفيش اي فرق بالنبل لا لا طبعا النادي الأهلي مدينة ثقة ثقة جمدة يعني وهنا زي المرعب كل الناس عاملين حسابنا من المنازل هنا بالنادي الأهلي وكمان هنا يعني فينا ابطال عالم كتير يعني مش بصنع ابطال يعني وفي منتخب النادي الأهلي مسافر بكل فئة سنية بواحد أو اثنين فلا هم الناس هم اللي عاملين منه برينا وخايفين مننا يعني انه طبعا شايدين اسم الأهلي وده مش سهل وكل حاجة بس طبعا فيه منافسين جمدين زي الزمالك وزي الزهور منافسين برضو جمدين وصموحة برضو بس هنا طبعا الأهلي اسمي خلينا اقولك انت قلت كلمة عجبتني جدا جدا برافو عليك مصنع مصنع الأبطال يعني يعني مصنع نجوم وابطال الكاراتية عندنا فعلا يعني لعبة خسارة انها خرجت من اللومبياد والله بيدي خسارة كنا ممكن لقى عندنا بطل وان شاء الله ترجع ان شاء الله وان شاء الله كبان برضو مريم تلحق طب مريم خليني أجي انه الواحد لما بيكون بقل زيك ما شاء الله واخدي المدليات وابطال زيكو بيبقى حياته يا مذاكرة يا تمرين صح طب خليني أحكي لي كده يومك بتقدي إزاي بتسح مدرسة الساعة كان بتروحي المدرسة بترجعي التاملين الساعة كان بيكمامي الساعة كان لأن انا دايما بحب اجيب القدوة للي بتفرجوا علينا مش بس الموضوع ان انا بطل بروح فانا يعني بابا بيودي لا ده في تضحيات صح ولا غلطات كلميني عن يومك بيبقى في تاملين ازاي وبتسح ازاي يعني كلميني ال 12-11 الساعة اللي بتبقي صحيهم الصبح انا في أيام الدراسة يوم السامن بصح الساعة سبعة بقى وصل المدرسة سبعة ونص عملنا بافتر ليه سبعة ونص المدرسة تحت البيت ولا ايه لا يعني بافتر بسبعة ونص ماشي يعني تمام سبعة ونص انت بعتمج الربعة ماشي بعد كده بقى بقى مخاص مدرسة بيبقى فيه التمرينات بطمار خلص مدرسة على الساعة كامية 2-3 مثلا 2-3 بقى خلص مدرسة انا بخرج على التمرين طب هي المدرسة قرب جنب التمرين يعني المدرسة بتاعتك قريبة من لا المدرسة عطويس معلية والتمرين في مصر يعني مريبة مريبة شوية اه مريبة شوية بس يعني بتروح التمرين بقى طيب اللي غدا في العربية طبعا او بيجي لكم العربية جاهز في لنشدوكس وتكلي او كل حاجة والماء بتاع وتروح على النادي تغير يدوبك تنزيل التمرين صح؟ بنوع نتمر نقدي كم ساعة من ساعتين ونوص سلتلايتها يعني لما بكتر قوي تلايتها كل يوم؟ او فيش زور لا طب ما فيش راحة جمعة سبت اي حاجة ولا ممكن يبقى يوم كده في الاسبوع كل عشرين سنة يعني او يعني لما ببقى تعمين قوي تقلبي راح او طيب خلصنا التمرين نرجع على البيت صح؟ بيبقى خلصانين لازم نذاكر؟ بنام شوية واسحة ذكر بيبقى في وقت لما بترجع بعد التمرين بيبقى مخك مصحصح وقدر اذاكري؟ ساعات وساعات صراحية لو التمرين متعب قوي ما بقضاش لكن لو ممكن يكون التمرين طويل بس مش متعب للدرجة فعادي انت حب حياتك؟ او الحمد لله لتحورة بيها؟ او يعني لي بسألكم الاسئلة دي لاني بيتفرج علينا ناشئين وناشئات زوارين واصغر منك عندهم اربع خمسين فلو شافوك يبقى عايزين يبقى زيك ليه لا طيب البطولات اللي بره بتسافري بتعوضي مذاكيتك ازاي؟ هل بترجعي تعوضي مع مدرسين؟ هل ماما وبابا بتشحولك اللي فاتك؟ يعني بتحاولي بتحصلي اللي فاتك ازاي؟ يعني هو طبعا لو انا في الصفر وبقى رحل البطولة بصباح حرق بس يعني مثلا بعدما ارجع بقى بجده عن نفسي يعني ممكن مثلا عشان اعرف اركز سويا في المذاكرة فممكن افوت تمرينة تمرينتين بس ما زوتش يعني برده ابقى عامل حساب ان فيه تمرين وانا بعمل كده عشان ابقى حاجة جبيرة قوي في الرياضة وبرده عشان ابقى حاجة جبيرة قوي في المذاكرة وكده وبقى لا ان شاء الله ربنا وفائك وليلي بقى سنة مختلفة السنة يومك بتقدي ازاي؟ هو طبعا السنة دي عشان بدأتها وانا في معسكرات وانا في المنتخب فكان يومي بنتمرن 3-80 في اليوم تمرينة الصبح وتمرينة في نصر يوم وتمرينة بالليل 3-80 في اليوم؟ اه في معسكرات ده في ايام الدراسة ولا في الصيف؟ لا في ايام الدراسة والصيف ومواصرات مرهوش مواعيد لا كل حتة هاي هاي فبس الموضوع كان مختلف شوية اينام في الموضوع بي بصعب وساعات بقى كنت مثلا بريحلي يوم واذاكرش وكده بس لأ كنت بضعت على نفسي بذكر في نصر التمارين اختي مثلا تكلمني تذكر لي مثلا درس اختي أكبر مني بسنة فاحضر اونلاين اللي يفوتني كده يعني طب انت نفسك تخش تدرسي مجال ايه؟ ايه المجال اللي نفسك تدرسي؟ ان شاء الله يعني لك طب يا يا صيدالة ان شاء الله يعني ده دكتورة جيانا كتت معنا طبعا دكتورة جيانا مسال كل اعلى بتهيأ لي كلك اه اه انا وصل دخلتك طبعا طبعا وبالذات يعني انت كمان فيعني عانت الامارين في صيدالة يعني انت برضو عايزة تيبقى زيها اه اصل المعاناية في الاخر حلوة المداليا او حلوة النتيجة بتكون احضر مرافو عليك انا عايز بس اقول لكم حاجة يعني كلامنا جزا منتوا شايفين اهو الواقع حصل جيانا طبعا دكتورة جيانا فاروق طبعا نجمتنا اكبر منها سننا اكبر من فاطمة وفاطمة بتقول عايزة ادرس صيدالة يعني شافت انه مش صعب انها بقى بطرة عالم او بقى دكتور او مهندس او ناجح في كاريرو في نفس الوقت بطرة عالم فالاجيال بتسلم اجيال واحنا بنتكلم معهم عشان الاصغر منهم يشوفهم يبقى هم كمان مثلا اعلى الاصغر منهم هي دي الحياة طب خلينا اقول يعني الاصرة ليها دور بابا ماما اخواتك قلتلك قلت طبعا يعني بيتعبوا معاك ازاي يعني اولا مين اللي بيتعب اكتر بابا ولا ماما لا هم الاثنين بس بابا طبعا يعني والله يعارف الاجابة والله يعارف البنت حبيبة بابا على طوح لا الاثنين والله بس ماما يعني بابا يا بني دي هم الاثنين الصregon بس طبعا ماما وبابا واختي الثلاثة كانوا بتعبوا معاك جامد اخصا كفاية تعبت الأعصاب والبطلات والتبارين يعني أنا مثلاً بلعب ببرة فهم شايلين همي هم في مصر يعني ربنا نكون فؤانهم طيب يعني شايف دعمهم ليك يعني مساعد الجامد شايف دعمهم ليك أساس اللي أنت فيه هو أنا من غير دعمهم أصلاً ممكن تشوصل لأنا فيه يعني فهم يعني دعمهم هو أهم حاجة بالنسبالي هم كعيلة أو صحابة أو أهل بس ماما وبابا لا أماما وبابا واختي هم كانوا أكبر دعم لي يعني بنا وفقهم يعني ويشوفوك أحسن بجد والله يعني طب أجيلك نفس الكلام يا مريم يعني يعني مين بتعب معاك بابا لا ماما هم من الثنين بيتعابوا طبعاً بس يعني ماما هي طبعاً المعايا في كل حتة يعني هي اللي يعني بتجيب لي كل حاجة ربنا خليها لي يا رب ويا بابا كمان يا رب طب أقول لي كمان يا حاجة يعني أنت يعني ربنا يديك الصحة يا رب والعمر قدامك 90% من البنات اللي جون معايا في الحلقات لما أسألهم مين بتعب أكتر بابا يقولوا نفس الرد بس أقولك بابا البنت دايماً بتبقى ريباً ده وضع ده سنة الحياة يعني فيعني اللي اتنين طبعاً ليهم دعم لنفس المقدار يعني طيب يعني ماما بتستانيكي بعد المدرسة وبتاخلك توديكي وتحضر تمرينك وتوقف معاكي وترجعك تاني البيت شايف دعمهم ليكي أنت كنت ممكن تبقي حاجة من غيره لا طبعاً لا يمكن يعني دعمهم أهم من كل حاجة في الحياة طب تقولي إيه لبابا وماما دلوقتي وحنا على هو شكراً على كل حاجة ربنا يخليكي ريباً حبيبتي إن شاء الله ربنا يخليهم ليكي ويدعموكي ويشوفيكي يعني بطلة الدنيا كلها طيب خليني أروح لأسرتك أنت ليك أخوات أه اتنين أكبر مني لعبوا كارتين اللي أكبر مني بتاني سنين لعبت بس يعني ما عجبتهاش فخر بس الاتنين بلعبوا بسكت دلوقتي بسكت فين؟ نادي أهل والله في الفرق آه كانوا بس الزاسي بطلة يمكن جامعة جامعة بس كانوا بلعبوا بسكت في الأهل طيب بس يعني من اللعبة فردية الجماعية الدنيا غريبة شوي يعني تركيبة صعبة شوي يعني اللي بيلعب سباحة يلعب كارتين يلعب بشي إنما يتنقل من اللعبة فردية يروح لعبة جماعية كانت صعبة شوي بس بايش برابوا عليهم إنهم عملوا كده يعني برابوا عليهم طيب قوليلي تعاملك مع صحابك في المدرسة شايفينك إن انت بطلة وشايفينك إن انت مش فاضية طول الوقت محرومة منهم نفسك تخرج معهم مش قادرة صحابك على مستوى المدرسة مقدرين ده أساسيتك مقدرين ده ولا لا؟ يعني الصحاب ساعدت لو بيتضيقوا أنت لا تحجيش معنا وكلا بس طبع يعني أنا معديش صحاب في المدرسة كتير قوي زي في الكراتين لأن الكراتين يفهمين اللي أنا فيه صح وطبعا المدرسة بتدعمني كتير قوي وحتى المدرسين يعني لما رجعت وراحت المدرسة يعني سقفوا وقالوا مريم مبتاع فما أضع فرحني يعني تشش بالفخر من تقدر في الصبح بيطلعوك بيحيوك بيقولون أنت خدت بطولة يعني بيتباهوا باللي أنت عملتي صح شعور تاني الرياضي بيبقى في حتة تانية بصراح وبأكيد نفس الكلام ليك يا فاطمة برضي يعني حسيت من كلامك أن أنت متشبسة بده وحسة بالنعمة اللي أنت فيها فمسكة فيها وعايزة تنجح في الترقين صح شعور الله طيب خلينا نتكلم عن مدربينك في النادي الأحلي ونتكلم عن دكتور مراد عاصم طبعا الأب الروحي للكراتيه في النادي الأحلي وشايفة طبعا الأجيال الكتير اللي بطلع شايفة المنافسة في النادي الأحلي في ظل موجود مدربين تقدر تطلع في كل سنة عشر وخمشة لعب كويس شايفة المنافسة جوالنادي الأحلي إزاي؟ طبعا المنافسة جوالنادي الأحلي جمدة وكل سنة بنطلع ببطل شكل وكل سنة بطل عالم في النادي الأحلي هنا جايين بأربع مدريات في طولة العالم وده مش بتحصر في النواي دي وطبعا كل الشكر لدكتور مرادة عاصم انه هو وقف في ظهرنا في المنتخب وبرى المنتخب ولينا ظهر في المنتخب وطبعا دكتور محمد حاصن رئيس جهاز الكراتين النادي الاهلي وكابتن حاتم مدير الجهاز الناشئين وناشئات وكابتن كابتن محمد سالم مهاراته فطبعا هنا لنا ظهر في النادي الاهلي ودني مش موجودة في نوادي تانية كتير انتي مصي انتي بتحدثك كويسة جدا براوة يعني اقولك ان انت جد يعني ممثلة جيدة عن انا بسمع كلامك ومستمتع بصراحة انت متحدثة جيدة جدا وده اشهادة يعني اقول هالك يعني يعني يمر عليها ابطال كتير ولكن انت متحدثة جيدة طيب قبل ما اختم معاكم طبعا عشان اطلع لفاصل استاب الياسين عايز من الكلمة الاول لباباك وممتك زي مارين وعايز يعني امنية تتمني ايه طبعا انا بشكر بابا وماما عشان هم انا اساس كل حاجة انا فيها دلوقتي وهم يعني اكبر دعملية ومن غيرهم انا ولا اكون ولا اي حاجة وطبعا هدفي ان انا ان شاء الله جي مجموعة عيف تلت سنوية يعني عادية منها على خير وان شاء الله احقق اول عالم في الانسات ان شاء الله في المحارة الجاية ان شاء الله ونحتافل بك هنا بازني شكرا طب مارين اجيلك انت بقى طموحاتك نفسك ايه اللي بتتمنيه احلامي كده قوليه ايه اللي بتتمنيه اه خش القلومبيお願い الكاراتيه تخش القلومبيお願い تاني تعرف ان في محاولات ان اتخش الكاراتيه عارفة كدة او لا مش مش باريس باريس خلاص هتحاول فى البعد باريس ان الكاراتيه تخش تاني أنت عارفة كده يا رب ياني يعني علي سنك هتبقى حظك انت طبعا وفاطمة ان شاء الله انا فاشكرك نورتوني وعتني وشرفتوني بشكرك مارين طبعا العزبي تاني العالم خلينا اقول فضيحة العالم تاني العالم أعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل عشان بقى نكمل لقاءتنا مع أبطالنا هيكون معنا بعد الفاصل ياسين أحمد صاحب بورنزيت الكوميتيف ولكن بعد الفاصل لما بيتقلق أبطال مصر في كل المحافلة الدولية الحقيقة ده بيبقى يوم عيدة بالنسبة لنا مبالك كمان لما أبطال مصر دول ولادي من دادي الأهل فالحقيقة نهاردة حلقة ليها مضاق يعني مميز لما نشوف أبطال العالم معنا في الستوديو نكمل حوارنا مع أبطال العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة للقراطيف وبطولة العالم البداية طبعا برحب ببطال العالم اللي منورنا في الستوديو ياسين أحمد أهلا بك ياسين أهلا بك رزق أنا عايز أقول لكم ياسين واخد بورنزيت الكوميتية تحت 70 كيلو صح أنا بتكلم مصبوط أهلا تمام مصبوط طيب كلمني ياسين عن الفينال أنا باجي يعني زيما كنت مع ماري مفاطمة كلمت عن الفينال كالمعمين الثالث وخمس الثالث وخمس يعني المباراة النهائية أصلي مش فينال كفينال المباراة الأخيرة المباراة الأخيرة مش أصلي المباراة الفينال كات مع مين؟ كات مع سويسرا سويسرا طيب يعني تأهلت لها إزاي؟ هل كان فيه دولي تمهياد مشوارك في البطولة كان شكله إيه؟ هو بدأت الأول مضش مع كان رومانيا وعكاية بلغاريا وإيطاليا وعكاية خسرت في الأردن اللي بدأت من دولار 60 ساعتها فعكاية اللي عبت ترده مع أستراليا بعد الأردن ده عشان هو كسب فعكاية اللي عبت ترده خمس مع سويسرا كويس يعني مشوار ما كانش سهل يعني مشوار بالطبع ما كانش لا بالإضافة للإصابة يعني فكنت بأدوسها أناس كنت بأدوسها كان إصابتك إيه؟ كان عندي إصابة في الظهر ساعتها فكنت بأخذ ثلاث حوان تقريمه في اليوم والبنج طبعا كتير يعني أنت لو سليم تأخذ أول مريح آه حمد لله طب يعني الإصابة دي جات لك لما روحت ولا لما كنت هنا لا كان البطولة قابلية على طول كنت شامل أفراكيا في تونس كان قابلية بشهر على طول بس كنت عمل تعكز يعني شوية كدير شوية وحش كنت بتهدى شوية مع التمارين والدكاترة طبعا طب طب من عليك دلوقتي؟ كنت طلعت إصابة كبيرة شوية فطلعت دي سك في الوضروف آه طب دي علاجه إيه؟ الدكتور قال لي راحة وكلا ومفوضين نحن رأى أفراكيا كمان كم يوم كم كما تلعب إن شاء الله يعني فيه العيبة كتير بتلعب بالدسك ده بس هي بحتك تقويات عايزة ظهرك بقاوي جدا أكيد الدكتور قال لك كده يعني لو ظهرك بقى قوي والعلمك لعبتك كلها ضهر يعني ضهر الكور ده اللي هو البطن والضهر لازم يكون قوي جدا آه كيطا إن شاء الله طيب كلمني عن تأهولك زي ما برضو يعني دايما بنعرف نحب نعرف من أبطلنا تأهل البطولة زي آه أرقامك بس اللي كانت في مصر وبطولاتك ومستواك والتصفيات اللي تعامت مع المنتخب يعني كلمني عن رحلة تأهولك لبطولة العالم آه طبعا إحنا بنلعب تصفيات كتير قوي قبل كل بطولة طبعا فلعبني مثلا خمس ست تصفيات ولعبني طبعا مطلات دولية قبلية كتير آه الحمدلله كنت جبت في التصفيات كلها أول ماشاء الله ولعبت أبروس جبت فيها خمس وكرواتيها جبت ثالث شامل أفراكا جبت أول ساعتها وبطولت لعنا مع طول قبلية وطبعا غير الجمهورية والرنك والحاجات دي في مصر ماشاء الله طب ياسين يعني أنت البطولات الدولية اللي شاركتها دي يعني يعني أول سنة ليك تشارك بطولات دولية بر مصر في السنة دي آه أول مرة تخرج بر مصر آه أنت مشاء الله موليد 2007 عين سنة لك زغير خمشون سنة آه أنت بقى لك سنة بس بدأت تطلع عالميا آه يعني ديكات أول سنة لها في المنتخب طبعا بعد أول قائراء وجمهورية وأول رنك دايما بس ديكات أول سنة لها في المنتخب يعني أنت تأهلت بتعبك ومجهودك وعرائك طبعا قبل كل ده توفير ربنا صحاته على ولكن تأهلت نتيجة بشوار طويل جوا مصر عشان تقدر أكف أن أنت تخش منتخب مصر طب خلينا نتكلم عن المدليات اللي معاك يمكن أنت فيه تلك مدليات قدامنا كلمنا عنه آه ديكات كرواتيا ديكات كرواتيا ديكات تجيبت تلت آه كاتت تاني بطولة بعد أبرص على طول آه كرواتيا أول بطولة إيه؟ آه جبت الحمد لله فيها دهب ماشاء الله وعطول بعدها تطلت العالم برونزي طيب خلينا نتكلم عن الندي الأحلي من ما سكت الأعلى في اللعبة؟ آه كلمهاند مجدي كتور مهاند أنت فاكره وبيلعب؟ هو على فاكر رجع لعب بطولة؟ أي طبعا لعب بطولة وديه كم يوم كم يوم يعني يعني عايز تبقى زيه فيه؟ هل مثلا في نجاحه ككريو كدكتور؟ آه طبعا بحال نجاحه كراجل كمان في اللعبة وبطل عالم يعني عجبك القصة التركيبة دي؟ آه طبعا شرفت أنه بقى زيه طيب خلينا نتكلم برضو عن النادي الأهلي وتمرينك يعني أنت أكيد بتذكرتي صغير صح؟ آه كان عندك أربع سنين كان عندك أربع سنين كان عندك أربع سنين طيب فاكر من المدربين اللي كان لهم بصمة عليك أو أنت ما تنسهمش أبدا؟ كان طبعا كابتن إبراهيم اللي بياري وكابتن محمد عطف وكابتن محمد سيد سيد كابتن محمد سيد كابتن مهاراتون انت ما تنسهمش أبدا؟ نعم طبعا هو كابتن مدربى هو كابتن محمد سيد دلوقتي طب في المنتخب مين مدربك؟ آه كابتن تامر عبدالراوف آه السهمش في النادي الآخر؟ لا لا فمارس المطرور مش في النادي الآخر؟ لا لا طيب طيب قولي يعني تمرينك بلت مرة كم ساعة في اليوم؟ محن بتمرن 3-80 مثلا في اليوم 8-2 ألا حاجة 8-2 8-2 مثلا من ساعة ونصر لساعتين لو هي 3-3 تمرن في الأهل مديت ناصر أو بزيرة؟ لا مديت ناصر في الأهل دائمًا لو برر المعسكرات طبعا المنتخب بتمرن مثلا 8-2 في اليوم 8-2 كده طب لو كلمنا دلوقتي في الدراسة أنت بتنسان ويساعة طب لو كلمنا في الدراسة بتقده يومك إزاي؟ يعني بتروح المدرسة الساعة كام؟ بتروح نادي الأهل بتمرن من كام لكام؟ يعني كلمني عن يومك بصحة طبعا على 7-4 كده وبروح المدرسة برجع مثلا يبقى عندي درس خلاص وانزل للتمرين عود شوية مع أصحابي وارجع على زاكر بس يعني التمرين بيبقى أنت تقولت لي ساعتين 3-3 ساعتين آه طب شايف الحياة دي عذاب ولا شايف حلوة؟ لا حلوة طبعا أحسن أن أنا عود ده ما عودش حاجة في البيت عود الزاكر بس طب يعني ما بتحنش تخرج مع صحابك يعني بيبقى فيه طبعا صحابك خارجي راحين سينما راحين المول راحين هنا راحين هنا ما بتحنش كده أن أنت تخرج مع صحابك أكيد طبعا بحاولة فضي وقت ما بين المذاكرة والتمرين أن أنا فضي راح أخرج معهم بس بيبقى صعب قوي طبعا لأن أنت عندك حاجات تانية شغلات آه طبعا طب في الصيف هل مثلا لما أستطيع تسافر مصيف تسافر حاجة؟ ما هو السنة دي تقريبا أنا ما سفرت شغر مركة يومين بالزبط و كنا الباقي كنا في معسكرات إحنا كنا مخلص المعسكر نلاح يوم في البيت نرجع المعسكر تاني بس أنت يعني مبسوط بالحياة دي فخور بيح آه الحمد لله طب لأنت لما رجعت مدرستك عميتك إيه بعد بورنزية العالم؟ أو الصراحة لسه ما روحتش مدرسة إن هي كت لسه راجعين الأسبوع اللي فات فما الحياة ديش لسه راح مدرسة طيب أنت متوقع يعملو لك إيه؟ آه ممكن تكريم أو لحد احتفلو بيك لان طبعا ترجع ببورنزية مش ببورنزية العادية مش جمهورية مثلا ترجع ببطولة عالم طيب اللعيبة اللي لابناها هناك يعني اللعيبة جنسيات تانية سواء في بطولة الكرواتي اللي انت لابتها أو في بطولة شمال أفريقيا الجنسيات الأخرى خلاص خرقت العالمية بقى ما بقاش الموضوع بترعب مع لعيبة مصريين في سنك الزغير ده حسن في فارق باننا وبينهم أو حسننا أحسن نحن نحن من ناحية الفنية وكده يعني هم عندهم بره مش مهم مقوى يكسبوا بس احن نحن في الفنائز بس احنا عدنا في ذلك الفنائ هنحن أحسني بكتير بس ما عندنا في مصر هادم المشور بيبقى أسعبنا كدير ن protected watch out يعني المنافسة بدي الحقيقة هنا طب ربو بتقبول رعبة في ذلك يعني دا يدل لقترضي فمصر قوي آه يعني إنا عشان أطلع أمسل مصر فأنا دخلت في كمبيتيشن ونفسها قوية جداً ما بلقهاش بره أوه طبعاً يعني هنا أصعب كتير طب لو جات لك فرصة تدرس في جامعة بره وطور تلعب كراتي بره تروح؟ أوه عادي ما فيش مشكلة لا فيش مشكلة يعني عادي جداً تسافر فيه لعيبة سافروا منح بره كراتي عندنا في مصر منح يبقى الدراسية في جامعات ولا لأ؟ ولا ما حضرت بش حالة؟ لا فيه طبعاً من الشفاكة العاوي بس فيه كتير يعني سألو عمان طب أكتر الدول اللي بتدي منح أمريكا اليابان مين؟ ممكن ألمانيا وأمريكا بيهدو؟ آه ممكن بيهدو منح أو بيطلبوا اللعيبة ديت كده بس عندهم وتلعب طيب خلينا الكلام عن مستوى الدولي مين مسك الأعلى؟ مثلا مين شايفه غير اللي في مصر؟ يا طبعاً دكتور مهند مجدي شايف حد في العالم بارز أو منور؟ شفته مثلاً حطه في عينك أو حطه قدام عينك عايز تبقى زيه؟ فيه واحد في مصر طبعاً يوسف عماد وفيه بره عنده كم سنة يوسف عماد؟ مش عارفها أكبر منك بكتير؟ بلع في الزهور في الزهور آه ده شايفه نفسك تكون زيه؟ طب ودا في منتخب مصر بره؟ طب ودا في منتخب مصر بره؟ وبطل عالم كمان هو صح؟ طب على مستوى العلامي حد في اليابان حد في أوروبا شفته؟ ألا ما حدش لفت نظرك؟ فيه طبعاً ناس كتير بره مثلاً ديكوستا وفيه أجايف كويسين طب قل لي أنت يعني أسرتك برضو على مستوى الأسري؟ أنت ليك أخوات بلعبك كانوا بلعبه كراتيب؟ آه ليه أخي بلعب كراتيب أكبر أو أصغر؟ أصغر أصغر؟ يعني هو اختارك كراتيب عشانك؟ عشاني وهو برضو بيحبه شوية أيوما هو أنت هو كان بيجي معاك هو فرق قد كم سنة؟ بس خليني أسمع إجابتك بعد الفصل ياسين بعد إذنك؟ عايزة مشاهدين نطلع الفصل ونرجع عشان نسأل ياسين ونعرف كمان نشئته مع الكراتيب إزاي وإزاي حاله؟ إزاي حال كتير جداً من جمال العمومية في النادي الأهلي ولكن هنسمع إجابته بعد الفصل أهلاً بحضراتكم من جديد قبل طبعاً ما أروح وقت أستكمل حواري مع ياسين أحمد صاحب برونزيد بلد العالم للكراتيب اللي تلعبت في تركيا أحب أطمينكم على فريق كرة السلة سيدات للنتيجة دلوقتي 82 63 82 63 وفاضل دقيقة يعني إن شاء الله نقول مبروك لفريق السيدات فرقة 19 نقطة صعب يتعوضوا في الدقيقة دي ولكن طبعاً مبروك بالمناسبة المباراة دي كانت مباراة مهمة جداً لأن المرتبة تخسر فلو قدر الله كنا خسرنا هذه المباراة كان بكرة هيكفي سموح الفوش بس في السوارين وكنا خرقنا برا النوك قاوت من قبل النهائي في المباراة دي كانت مهمة وده كان سبب الدقيقة بتنطري خالي كانت مشدود جداً في المباراة أرجع ليسين يسين كنا بنتكلم عن ليه الكاراتي إيه اللي خلاك عائل زغير أنا آسف يعني كنا كنا عائل زغيرين ووجات زغيرين روحت شفت الكاراتي عجبني قلت عايز الكاراتي ليه؟ هو السباح كنت خارج كنت بتمرد من سباح ساعتها كنت خارج بتماشى مروح فشفت الكاراتي كان لقيتهم عظيم جربة في بعض فقلت عايز أجربه وساعتها وساعتك كنت محتار ما بينه وبين الهاندبول فدخلت الكاراتي طيب في العادي الناس بتختم الكوميتية لعني الكوميتية هو الاشتباك انت بتقول لي العكس انت شفت الكوميتية عجبك وعجبت الاشتباك كنت طفل شقي يعني الشقي يعني بلاش شقي يعني طفل كثير الحركة تحب تتحرك وتلعب وتتنطق كثير فده اللي شدك أكتر للكاراتي انت ملكش خط أكبر منك لا يعني انت كنت كبير أول تجربة طب انت لما قلت بابا عايز ألعب كاراتي ولا يكش لا أو دي ضرب بقى لا لا خالص خليك في السباح حلوة مية وبتعوم لا لا خالص شجعوني شجعوني ملسه بشجعوني دلوقتي بابا سعيتها كان أول طبعا مش شجعوني دلوقتي وبابا هو اللي يكمل في الكاراتي طب بابا أو ماما حد منهم رياضي كان رياضي اه بابا كان بلعب ايه؟ بابا كان بلعب تايكوندو تايكوندو لعبة فردية اشتباك برو اه وكان بلعب أيكيدو اه برافو يعني هو يشجعك اه طيب يعني دعم أسرتك كلمني عن بابا وماما زي ما سألت مارين برضو وفاطمة دعم أسرتك يعني بابا وماما بيدعموك ازاي شايف مجودهم معك ازاي لا طبعا ما كدهم يعني كارينش بقى حاجة طبعا ما فيش حاجة بميسبونيش فيها وحتى الاصابات دايما وراي على طول ما عايزيني تعاليك في أسرع وقت ودايما بيفيش حاجة بيفوتها يلي دعم وإن شاء الله يبارك لك يعني يبارك لك على الكلام الحلو اللي انت قلته لباباك ومامتك لانه الحقيقة يعني الواحد من قلته لبابا مامت ولا شيء بس خليك كمان اطمينكم على فريق السل انتهت المباراة سيدات اطمين ستة وستين فريق 18 نقطة خلني اقول لكم ان الفرق كمان مهم الفرق في السكور مهم لو احتاجنا الروح له فطبعا نهدا انت بتكسب فريق 18 نقطة الفريق الكبير عود كتير جدا فريق او الخسارة الكبيرة اللي حصلت من فريق سموحة في المرتبط ان شاء الله ماشيين صح بكرة ان شاء الله يكفينا ان شاء الله الفوز بس في الكبار ولا تأهل بإذن الرحمن ياسين ارجع لك تاني خلينا نقول عن زميلك اللي في النادي الاحلي انت في جيلك كم واحد يعني تسع عشرة كده كتير مرانوا كلكم مع بعض او في مجموعة مرنة في القليل الجزيرة لا في كذا كابتن في النادي في اصلا من ثلاثة عند كابتن مهاراتو وكام واحد كده في كذا كابتن اه يعني انتم متقسمين انتم مش كلكم فرقة واحد لا لا انتم في كذا مدرب او باستطاع ان ساعة الدوري بيبقى في دوري عندنا بيجامع كلان كابتن واحد اه ويبتدي بقى يختار منكم مين اللي هيمس النادي الاحلي اه بيختار عشرة واسلا عندنا الدوري اصلا الاسبوع اللي جاي فتعلا هتلعبه او الاصابة هتأطلت لسه مش عارف الدكتور هو اللي هيقول دكتور النادي ولا دكتور اللي بتتعالج معه دكتور النادي طب طب الاعرب ايه انت شاف الاعرب تلعب او انت قادي بتلعب يعني على حسب يعني بادي الوقتي مش قوي قوي بس اشوف هنا الدكتور رأيه ايه ان شاء الله يعني الدوري الاسبوع الجاي هتجموها مع بعض طب كان معك حد في نفس وزنك في المنتخب من الاهلي من الاهلي اوه اوه يعني انت كنتو كم واحد في المنتخب يعني الوزن ده كم واحد مسل منتخب اوه هو في البطلات اللي احنا سفيناها كلها كنت اوه واحد تاني بس اوه من الزمالك او من الزمالك غير بس شمال افراج دي كنا ثلاثة انما في العادي مين العب الزمالك اسمه ايه إسلام يسمى إسلام يعني أنت وإسلام كنت أنتوا دائما بتمثلوا الوزن دفن لمصر في التلات بطلات اللي تلعبت في السنة دي اللي هي أول تلات بطلات اللي جاء لكم أي بالزلط يعني أنتوا ما فيش حد تاني طيب ممكن يساعدوك يعني أنت زي ما حصل مع مريم كده تساعدت مع الأكبر منها لا في الكوميتيه لا مش عندنا الكلام ده صعب الفير الجسماني مع الكوة أوه إحنا بالنسبة لنا إحنا كالعيبة عادي سواء القانون هو بيقول لا ساعة الساعة جاي إن شاء الله هطلع الشباب اللي هو تحت 18 سنة طيب الشباب بيكون سنين مع بعض يعني مثل 2007-2006 ولا بتبقى 2007 بس بيبقى 2006 وخمسة واربعة ستة وخمسة واربعة وانت بتطلع معهم سبعة صح؟ يعني هيبقى خمسة بس طب أربعة مش هيطلع بقى يعني أربعة ولا لا بيبقى تحت 18 سنة اللي هو 18 سعر و لا يبقى مفهود 2004 بيقاش معاك 2005 وستة وسبعة 2005،007 دا الجيل ذا الي اللي انت تطلع علي يعني انت هتلعب مع ناس أكبر منك بسنتين بتكسب عادي يعني دا بيحسل في الكارب جربتها كذا مرة في الطلقة الرينكة دي بتكسب عادي يعني invari Huang يعني أصدأ اقولك في لعرب الشهر بيفرق اه، في الشهر فعم بيفرق إنما معاك أو في أو في الفينت بتاعك أو فالنشاط بتاعك أو في الوزن بتاعك ما بتفرقش قوي يعني أكبر منك بسنتين لا لا عادي��도 سنة جربتها كذا مرة. عادي ولعبت مع ناس والبناني بسانتين وكسبت. طيب. يعني أكتر نصح بتديه لأخوك إيه؟ قل لي كده على الهواء. هل قلتها زمانك بثلاث سنين؟ طبعا بصيص لك يعني راجل بطل عالم وراجل صاحب برونزيت عالم يعني حد من أبطال العالم كلهم. هو بتدي له نصح تقوله إيه؟ دايما بيتوتر دايما قبل الموتش. طبيعي عند أي حدس هو يتوتر بزيادة. دايما بحاول أها ديه قبل الموتش و... أقول النبي موضوع التوتر ده نعمل في إيه؟ لأن الناس كتيرة جدا أولاد كتار في سنك بزياد بتوترهم. نعمل تعمل إيش هتوتر؟ هو فعا بيتوتر زيادة. يعني الدكتور منتل دايما بيحاول تتكلم معنا أكتر. يقول لكم إيه؟ يعني بيقول لنا أنت مارين كده نعملها نوك إننا أسلا فيش حاجة بساطنا خالص لفضي نفسنا خالص نريح عضلاتنا. وكده يعني الدكتور. طب إنت أنت بتتوتر ولا من النوع اللي مش فلق معك؟ يعني كده في كان بطولة توطرت فيهم طبعا بطولة العالم دي كده قالت توطر لأنه لعيبت ثلاث بطولة تبليها تبليها. بس أنت في العادي أنا حسك يعني هادي مش يعني مش شخصية عندها ثبات فعلي شوية. آه شوية. أنا حاسس كده. ما بيبان خلي بالك من الحوار والكلام بيبان تحسك عندك ثبات فعالي. أو فعلا كذا كابتن بيودي أقول لك. أعرفك ماري مفاطمة ناس في الكلام. ماري ملي طبعا ضيوفنا اللي كان قابل منك. هاو. هنتم حتة ثبات المفعالي. أيوا أكيد طبعا. فالعلمك دي نص المكسب. أيوا فعلا. أننا كراتين لازم يكون لدينا ثبات الفعالي. مثلا تبقى خسران في أول ماتش. لازم قدامك دقتين تعوض فيهم الماتش. ممكن تسرع. تخسر زيادة. آه تاخد النظار مثلا. أو تخسر نقط أكتر. آه بالزبط. فلازم يكون عندك هدوء. أيوا. يعني الموضوع ده مش 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 يعني. يعني أصدق قولك مش سهل. أن أنت تقدر تتحكم في أصابك. وأن أنت ما تتوترش. لا مش كل الناس أوي. نادرة. بتقول له أخوك إيه يعني أخوك بي. أخوك بي يخش توتر. بتقول له لا ما تتوترش. خلق خدها موضوع عاية. بيستجيب معاك. ساعات بيستجيب. وساعات بيكون. ما هو مش في المالعة باصلة. لا ولسه صغير. إن شاء الله. إذا انت 15 سنة أو 12 سنة. أكيد هستفيد. يسيدنا على المشكرات. نورتني وشرفتني. وأتمنى لكل التوفيق. وأنا سعيد بيك جدا. مشفوع بطل. وإن شاء الله كمان نشوفك بطل عالم. إن شاء الله. وإذن الله. شكرا لك. أعزائي المشاهدين. دي كان حلقتنا النهاردة مع أبطال العالم بالكاراتيل. الناشئين والناشئات. واللي سجلنا معهم. شفنا أمالهم وطموحاتهم. شفنا تعامهم أدي. عشان يوصلوا اللي هم فيه. بشكركم شكرا جزيلا للحسن المتابعة. وانتظرونا في حلقة جديدة من الربا.